دخلت المظاهرات الإيرانية يوم السابع وعمت مختلف المدن التي بدأت بمطالب إصلاحية لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وفساد وفقر وانتهت بمطالب المحتجين بسقوط نظام ولاية الفقيه وما جره على البلاد من أزمات في الميدان تزايدت حصيلة القتل الذين بلغ عددهم 22 قتيلا بحسب أرقام رسمية وأكثر من ألف جريح بينما يؤكد المتظاهرين أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير وفي ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الغاضبة في إيران لا سيما في العاصمة طهران أمر قائد الحرس التوري اللواء محمد جعفري تحريك كتيبة ثأر الله بهدف سرعة قمع المتظاهرين خشت خروج الأمور عن السيطرة وذلك بعد وصول المتظاهرين إلى جامعة طهران وكذلك إلى شارع ولي عصر الذي يضم عدة مؤسسات عسكرية إضافة إلى منزل المرشد علي خامنيني في الوقت نفسي يؤكد مسؤولون كبار بالحكومة الإيرانية أن السلطات تشعر بالقلق خشية أن تسقط الإطرابات التي تجتاح البلاد المؤسسة الدينية ويتسعى للقضاء على الاحتجاجات سريعا لكن الخاسر الأكبر قد يكون الرئيس حسن روحاني ترجمة نانسي قنقر